بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عسر المرسلين نواصل في التيتوريال شابتر 2 Heat Conduction Equations Simple Problem 2-2 اللي هي Heat Flux Boundary Condition هل لا بدنا نشوف البoundary condition Consider an aluminum pan موجود عندي هنا used to cook beef stew on top of an electric range electric range موجود عندي هنا or resistance هنا يسخنه يسخن هذا البان عن طريق bottom section the bottom section of the pan is thickness يقول لك 0.3 diameter طبعا ال diameter رقصنا هنا الصح diameter قيمته كام 20 cm electric heating يعني النقدار تبعه هو 700 وات كم ينتقل منها عندنا هنا ينتقل منها فقط 90% من يقول لك هنا during study operation متى يكون عند study operation لما يكون ما فيه تغير للحرارة مع الزمن هذا يكون يساوي صفر بمعنى آخر لما نصل إلى المرحلة يعني اللي يكون ما فيها أي تغير في درجة الحرارة يعني جينا قصنا درجة الحرارة هذا السطح لقيناها 110 بعد 5 دقائق لقيناها 110 معنى أو عدناها مرة ثالثة فيعتبر خلاص وصل إلى درجة الحرارة steady استقر درجة الحرارة عندما نصل إلى هذه المرحلة قصد درجة الحرارة هنا على top surface لقاها 110 المطلوب actual boundary conditions تبعا هذه المسألة for the bottom section of the pan طبعا مطلوب منها فقط على bottom section منطق هذا أولا ودنا نعتبر أن ال bottom section هنا عندي صفر والتغير للx باتجاه الأعلى طبعا مثل ما هو موجود عندك هنا إذن هنا الx تساوي كامل الx تساوي صفر هنا الx تساوي كامل الx تساوي l أولا ودنا نأخذ boundary conditions عندي الx تساوي صفر اللي هو outer service of the bottom off the pan نعتبر أنه الx تساوي صفر الكمية الأنرجي اللي وصلتنا من الهيتر هنا هي 90% من 800 اللي هي كام 720 هنا ما أعطانا عند هذا ال bottom outer service هنا ما أعطانا درجة حرارة لا قالنا فقط أعطانا الهيت فلكس قال لك أنه الهيت فلكس إنها اللي هو minus k delta t وفر delta x إنها تساوي q0 طبعا نحن هنا نقصد بالq0 اللي هي الهيت فلاكس لأنه تعرف إنه أصلا لو كانت هنا الq فقط يكون عندنا هنا المساحة مساحة هذا السطح ال bottom outer service لا نحن ال a مقسم عليها هنا على الq لذلك هي الq dot بدنا نحسبها تساوي الهيت transfer rate over the bottom service area الهيت transfer rate هي 720 720 وات منقصم على surface area اللي هي cross section تبع هذا اللي هي pi d square وبالديق إنه 0-1 10 سنتيمتر إذن كمية q0 equal هذا القيمة أين الباوندري condition هذا k delta t at x equal 0 over delta x تساوي 22.9 kilowatt per meter square هذا هو الباوندري condition عند outer service أما بالنسبة لل inner service فالقضية واضحة هذه تم قياسة يعني فهي the boundary condition on this service can be expressed as هو قال لك t عند l لاذا قلنا l قلنا هنا 0 هنا x 0 هنا x 0 t عند l 110 لأن مقاسة أصلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر